اشتركوا في القناة المعاناة منتع العمال من جهة من أجل توضيح مطالبهم مطالب النقابية ديالهم من أجل توضيح كذلك التعسفات والتسلط منتع الإدارة على مستوى وكالة الرباط وعلى مستوى التعاونية ولعرض كذلك مبادرتهم النضالية اللي قاموا بها الجهات والسلطات والمعنية أساسا بهذا الملف عملوا كذلك على توضيح المشكل من جميع نواحيه وإبراز مشروعيته وعدالته باش حتى اللي ما فهمش المشكل يفهمه خاصة أن التعاونية إدارة الوكالة وإدارة التعاونية تقوم بحملة مغرضة لتغليط الرأي العام إحنا حضرنا لذين دوادي باش نسلطوا الضوء على المشاكل ديال هذا المكتب إحنا التذكير بأننا ممكن نكونوا على خامس مكتب أو لسادي اسم مكتب اللي كتحاول تعاونية كوباك الوقت دياله من 2006 من بداية الشرارة ديال أن العمال ديال كوباك اللي تاجئوا أنهم لقوا واحد حاجة في الدستور المغريبي اللي تدافع لهم على الحقوق ديالهم اللي هو حق تكوين مكاتب نقابية فإذا بتعاونية ديال كوباك اللي من الإسم دياله اللي كنقوله إحنا كتعاونية اللي نورمال مخصصة تكون هي قريبة العمال وقريبة الفلاحة وقريبة الطبقة كما تنقول لك الكادحة حيث هي فكرة أصلا تأس باش زمان إنسان اللي كادحة ولا شي حاجة باش يطور راسه وكما تنقول لك يحسن المستوى المعيشي دياله فإذا بدك الناس اللي داروا هالفكرة ديال التعاونية منين ولا عندهم رأس مال كبير ولا شركة كبيرة قائمة بذاتها أول ناس كتنكر لهم الخير ديالهم هم العمال ديالهم إحنا ذا نقوله إحنا جنراسيون جديدة خدمة في كوباك كنشوفوا الناس اللي قدام كيفاش المقال ديالهم كيفاش صار كنشو خدموا معنا ذا باشي ناس قل ما يقال عنهم إنهم عايشين في واحد حياة مزرية هذوك الناس اللي بدأوا مع كوباك هما أولى الناس اللي يخصم يشوفوا معهم هذ الناس ديال التعاونية يكرموهم كنتلقى الإنسان ضرب معهم خمسة وعشرين عام حتى لثلاثين عام تيخرج بحل ما عمروا خدموا في التعاونية ما علينا بأنهم هذوك وما الناس اللي خصم يقدروهم ويعطعهم قيمهم حيث حنا تشوفوا مستقبل ديالنا فيهم من ده أنت من كتشوف شخص أنه قدم الحياة دياله والصحة دياله ذاك شي الواحد التعاونية باشي كما تقولك يطور بها مؤسسة والمعيشي دياله كنتشوف تلميقال دياله أنه لزيد نقص في التعاونية تما كنتشوف بأنها مستقبل ديالك تاورة ديال بحاكم هذ التعاونية أولا تحولات من واحدة تعاونية بسيطة في البدايات دياله 1987 إلى مؤسسات تجارية وصناعية كبيرة في البلد بفضل العمال والتفاني ديال العمال والعملات والفلاحين ديال البلد مع الأسف هذا التطور وهذا العمل اللي يجعلها المؤسسة تكبر كان خصو يستفدوا منه كذلك العمال والعملات والفلاحين الصغار في البلد إلا أنه المشرفين على التعاونية اختاروا طريق ديال محاربات كل من يطالبوا بحقوقه ولهذا سيتلاحظوا على أنه وقتما تأسس شيء مكتب نقابي منذ 2009 حتى اليوم وقتما تأسس شيء مكتب نقابي كتعلن عليه حرب بكل الوسائل الخبيثة والخصيصة من أجل إفشال التجربة ورغم كل هذه الخطوات والإجراءات لا مجيب اشتركوا في القناة